اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النواب اوضحوا ان حركة المركبات فوق جسور الموصل تفوق طاقتها وخصوصا الحديدية منها والتي ربما تنهار بسبب الحمولات الكبيرة اهالي منطقة الفيصلية في الساحل الايسر لمدينة الموصل اكدوا حتمية انهيار مرتقب لجسر السويس الذي يربط منطقتهم بمنطقة حي الزراعي داعين الجهات المختصة الى اغلاق الجسر والعمل على اصلاحه بشكل فوري وخصوصا بعد خروج جسر القيارة والجسري الحرية والنصر العائمين عن الخدمة بسبب ارتفاع مناسيب المياه نتيجة سقوط الامطار الغزيرة في الايام السابقة ومنذ سيطرة القوات الحكومية عليها شهدت الموصل انهيار عدة جسور بعضها بشكل كامل وبعضها بشكل جزئي ومنها جسراء المثنى والقناطر وذلك نتيجة اتساع التصدعات فيها بسبب شدة القصف الذي لحق بالمدينة العبور الامن من ضفة الى اخرى طرق السلامة التنقل السريع بين اجزاء المدينة معابر الاستجمام والتأمل كلها مصطلحات لم تعد واردة في قاموس الموصل انها جسور الموت يا من تريد العبور فوق نهر دجلة